السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزيكم يا شباب بداية كده عايزين نصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كتير جدا 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 تعرفين الجمعة طبعا وفضيلة الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والنهاردة ان شاء الله عايزين بقى نتكلم كده على موضوع صراحة مهم جدا خاصة في الايام اللي احنا بنعيش هدي فيالله بينا ليه لازم نتعلم طبعا العلم اللي انا اصدقى شباب هو مش علم بتاع الدراسة هو بتاع النجاح هو بتاعلي شوية الانتحانات اللي بتلمي في الاخر والكلام دوت اللي هو مش العلم الدنيوي لان اصدقى عليه هو قول النبي عليه الصلاة والسلام اللي المفريضة على كل مسلمة مسلمة انت كراجل مسلم لازم تعلم اموضينا بصوا شباب دلوقتي محدش ابدا يقدر ينكر اللي احنا بنعيشه من واقع يعني اشهوات رهيبة جدا شبهات كتير جدا سواء كان الشبهات دي على مدار باع اي حاجة تتعلق بالدين دايما الشبهات سواء كان في الديانة نفسها في القرآن في الالحاد في امور تعلق بتقديرات ربا سوحة تعالى على فترة الانسان طبعا لا يخفى عليكم يعني الكلام دوت اللي انا عايز اوصل له ايه هو دلوقتي غير اي عصر تاني العصور بتاع الزمان الناس اللي كان فيه ما شاء الله يعني الديانة كان ماشية في الناس وفي عروق الناس فكان موضوع ماشية زي الفل والفطرة اصلا يعني الفطرة اصلا للإسلام فكان زي كله زي الفل دلوقتي بطلع ناس بأفكار فبالتالي انما احنا مهم جدا نمشي بقاعدة ايه يعني كان فيه دايما بيت شعر صراحة بيوصف في النوات دوت بيقول اتاني هواها قبل ان اعرف الهوا فصادف قلبا خاويا او خاليا فتمكنا يعني قلبي كان فارغ ما كانش فيه اي حاجة فجات الشبهة عليه فاصلا ما لقيتش اي حاجة مليئة بيه قلبي فاضي او يعني روحي فاضي انسان اجوف ما فيش اي حاجة تملاه فبالتالي لما جات الشبهة دي لبست هنا عشان كده مهم جدا احنا مثلا ممكن نسمع كلام مثلا من ناس فيبدو لك ان هو منطقي مثلا رغم ان الشخص دوت مثلا كله بيطعن فيه فما تقولش مثلا والله اذا ده كلامه حلو لأ اتب نفسك الاول ان انت اصلا ما عندكش علم انت فارغ فبالتالي مهم اي حاجة هتجي لك اصلا انت ممكن اصلا يعني تمشي وراه ليه مفيش هنا اصلا اي علم انت فارغ فمهم جدا ان احنا اخبرنا من حتة ليه الفكرة الرئيسية صراحة يعني بلا شك لا اخفي عليكم اللي انا عايز من خالها اعمل بيطو دوت هو ان انا شفت طبعا ايام اللي فايت دي كانت ايام بتاعت البناء المنهجي يعني البرنامج اللي يعني شاهد له ناس كتير جدا 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 من العلماء المستوى العالم ولكن كالعادة اي حاجة ما فيش اجتماع عليها من كل اطراف النبي عليه الصلاة والسلام ما اجتماعش عليه كل الناس طبيعي جدا فبالتالي اكيد انا مش البناء المنهجي كان الغرض اللي هو يعني فيهم وربما على فكرة الغرض اصلا ما يكونش غرض دنياوي ممكن الغرض اصلا عدم فهم هو عقله مش مستوعب اصلا يعني بعض الافكار المعادلة اللي موجودة في البرنامج ولكن احنا مش نتكلم عنه دوت اللي نحن نتكلم عليه هو ان احنا يعني وجود مثل هذه البرامج زي مثلا البناء المنهجي او الفرقان او زاد او 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 طبعا ديت حاجة كبيرة جدا وسهلت علينا العلم كتير جدا وخلت ان احنا مناش يعني ايه ان احنا نقول مفيش والله امكانية ومش عارفية لا خلص دلوقتي يبقى الموضوع صحيح جدا ضغط الزر تقدر انك تجيب احلى حاجة وعلى رأي الشرح مساء احنا جيل المؤلفة قلوبهم اللي احنا يعني بيجينا العلم كده بالمعلقة فبالتالي الموضوع بقى يعني ايه يا ربا سبحانه تعالى يسروا جدا رسالتي الاهم بقى في الفيديو دوت هو شباب ان احنا العلم طبعا يعني انت مثلا عشان برضو ايه قبل ما انسى انت مثلا ممكن تقول والله طب فيه مثلا مصار معين انا شاكك فيه شاكك انه غلط طب اسمعت كلام طب التبس علي حكتين حكتين لو انت الحكتين دول معاك ان شاء الله ربنا سبحانه تعالى مش هضيعك الاخلاص والدعاء ان انت مخلص في الشيء اللي انت بتعمله دوت خلص وكمان انك تدعى ربنا سبحانه تعالى ان ربنا يهديك اللي مختلئ فيه من الحق باذنك اللي هو فيه حاجة اختلاف فيها يا رب اهديدنا اللي مختلئ فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاؤل اصلاة المستقيم ابدا ابدا مش هتدعى مع الاتنين دول الاخلاص والدعاء اللي انا قلت عليها هي رسالة الفيديو بتاعي هو يا شباب ان احنا دلوقتي اصبح عندنا بسبب يعني كثرة المصادر وتعددها التعدد الرهيب بسبب طبعا يعني الثورة بتاعت الانترنت دلوقتي اصبح العلم سهل واصبح الناس اي حد يقدر ان هو يتكلم ويعترض طبعا دي من مشاكل السوشيال ميديا الكبيرة ان اي حد يقدر ان هو يتكلم واي حد يقدر ان هو يعترض طب ايه برضو المشكلة اكتر المشكلة ان في بعض الناس لا يمتلكوا الادب يا شباب العلم قبل العلم هو الادب ان احنا لازم نتعلم ان احنا نتقدم مع العلماء لما كانت ام احد العلماء الكبار على ما اذكروا الام الشافعي بعثته لامام مالك فقالت له خذ من ادبه قبل علمه الأدب قبل العلم إحنا دلوقتي عندنا أكبر مشكلة هي المشكلة دي وطبعا يا شباب يعني طبعا البناء المنهجي أو أي مصار ديني أو شرعي إحنا فيه أي حد ببا فيه يعني ده حاجة جميلة جدا 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 وده فضل من الله سبحانه وتعالى فبالله عليكم يعني ما تضيعوش أبدا الحاجات الجميلة ديت في المهاترات بقى ودوت آل ودوت عاد دوت كذا دوت كذا فرسلت الأولى والأخيرة شباب الأدب 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 الأدب